أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطورا غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية وخلال توقيع عقدين للتدبير والتصنيع المشترك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة هانو الكوريا الجنوبية أوضح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار مساعد دولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين معربا عن تطلوه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة